أزمة غلاء السيارات اشتعلت الأسبوع الماضي في الجزائر وسائل التواصل الاجتماعي كان لها دور كبير في التفاعل مع هذه الأزمة فظهر هاشتاغ خليها تصدي الذي أسسته حملة دعت لمقاطعة شراء السيارات لارتفاع أسعارها الأزمة باختصار بدأت عندما نشرت وزارة الصناعة الجزائرية قائمة بأسعار السيارات المجمعة محليا المصرح بها لدى الحكومة والتي أظهرت أنها أقل من الأسعار المعروضة بأكثر من 500 ألف دينار جزائري أي ما يعادل 5000 دولار وفي بعض الأحيان أقل من مليون دينار جزائري وهو ما أثار غضب الجزائريين طبعا دعوات المقاطعة انتشرت سريعا وشارك فيها جميع فئات الشعب فتخل الأسبوع الماضي بأكمله تغريدات لا حسر لها تدعو وتوثق المجاركة في المقاطعة نشر المغردون صور تعبر عن مهنتهم لإبراز تضامن الجميع في الحملة منهم مثلا هناك شرطي حمل أو وضع صورته في إطار طبعا هذا المهندس ولكن دعونا نذهب إلى هذا الشرطي هذه خليها تصدي أيضا كنوع من التضامن من قبل الشرطة أو أفراد من الشرطة مع هذه الحملة أيضا هنا صورة تبدو أنها لمهندس أيضا يرفع هذه الورقة أو القصص الصغيرة يكتف فيها خليها الصدي حتى الحيوانات كانت لها حصتها من المشاركة هذا طبعا جمال مكتوب عليه خليها الصدي وهنا نرى أيضا عنز على ما يبدو أيضا مكتوب عليها خليها الصدي كمساعدة لمتضامن مع هذه الحملة طبعا بالفعل تراجع العديد من المواطنين عن شراء السيارات وتنقلة وسائل الإعلام الجزائرية أخبارا عن كساد في سوق السيارات واستجابة لهذه الحملة خفض مصنع تركيب السيارات الألمانية أسعار مودل كادي إلى التغريدات حيث أن نجاح هذه الحملة جعل الكثير من المغردين يشيدون بأسلوب المقاطعة كأسلوب حضاري لمحاربة الفساد وغرد مستخدمون محفزين على استخدامها في مواجهة ارتفاع السلع الأخرى فغردت مم تقول أو أم أم تقول خليها تصدي أحسن طريقة للتعبير الحضاري عن الغضب وعدم الرضا على الحكومة وما يفعله النظام الفاشي الفاشل ننتظر من الشعب أكثر ومقاطعة البتفليقة والوقوف ضد مخططاتهم التي تسعى لتحطيم المواطن عبدالله شكا رشادة يقول رشادة استهلاكية جاءت متأخرة نوعا ما لكن أحسن من عدم مجيئها تحت هاشتاك أيضا خليها صدي ولكن هناك طبعا مغردين آخرين كتبوا اليد في اليد راح تقاطع عدة أشياء والبداية بالسيارات ثم الدور قادم على كل شيء إن شاء الله خليها تصدي وترفق طبعا ذلك بهذه الصورة لمواقع التواصل الاجتماعي تتسبب في ركول سوق السيارات وأيضا هناك مغرد آخر يسمي نفسه أسامة يقول صدقوني إن قدروا نديروها ماشي حاجة صعيبة يعني صدقوني نستطيع أن تمر الأمور ليست هي بالأمر الصعب بالنسبة لي الكثير ورفق ذلك أيضا بأسعار السيارات وبصورة كيفك هو سعرها الحالي ومدة سلع أخرى بالإضافة إلى السعر بعد الكثير من التحليلات والكلام حول هذا الموضوع ولكن رغم نجاح حملة المقاطعة والأثر الكبير الذي أحدثته على وسائل التواصل الاجتماعي تباينت آراء الجزائريين حولها على أرض الواقع نستمع إلى عينة من هذه الآراء الحملة تخليها تصدقون حملة مليحة وإن شاء الله تلقى نجاح تساعد الفاقير تساعد نحن وإن شاء الله الصوق هذا إن شاء الله أسعار السيارات ينقصوا أظن أن حملة تخليها تتصدى هي حملة صادرة عن أشخاص هم في الحقيقة سمسرت سيارات يريدون شراء سيارات بأتمان معقولة لإعادة بيعها فيما بعد بأسعار مرتفعة وتحقيق أكبر هامشة ربحة ممكن المواطن ما يقدرش يشريه ولا لي يقدر يشري سيارة بـ 200 دينار ولا بـ 300 دينار غير إلا كان عنده ورب يزيد له على كل حل ولكن المواطن ما لقاش الحل يمكن أن يلقى الحل البادل ما لك ما يدير شكل منقاش البادل بس أنا نقول لك حاجة السيارة في بلادنا على كل حل هي وسيلة للنقل جزائري يعني بيناتنا الخدام المتوسط يعني في الصالة يروح يشري سيارة كيماً اللي تتخدم في بلادنا بـ 170-180 مليون سيفوه غالط 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 حملة خليها تصديجة متأخرة لأنه تركيبتها السيارات هذول تركيبتها السيارات ما هوش في المصلحة تالبي في الاقتصاد الوطني أرى أن نحطمه في الاقتصاد الوطني طبعاً كانت قناة الشروق نيوز الجزائرية قد أذاعت مقطع فيديو من سبل المدير العام لمجمع تحكوت محيدين تحكوت صاحب توكيل سيارات هيونداي قال إنه يرد على حملة مقاطعة شراء السيارات وتم تداول هذا المقطع على نطاق نواسع على المنصات الاجتماعية نستمع في الفيسبوك مدة يومين ولا ثلاث أيام هذه الحملة الشارسة ضدي ضد شركة هونداي اللي في تيرت كانت يقول كل ذي نعمتي المحسود ونطبقوا الكايد شارج باش يقول كايد شارج للمضاعلية في وزارة الصناعة لكن ظهر أن هذا الفيديو كان قديماً ولا يتعلق بالحملة الحالية خليها تصدي كما نفت حكوت أن يكون قد تحدث عن ذلك الموضوع لكن مشاهدين شاركونا بأرائكم حول برنامجنا ترندنج أيضاً زوروا صفحة بي بي سي عربي على توتر حيث ننتظر تعليقاتكم وأفكاركم وأرائكم حول الترندنج ترجمة نانسي قنقر